مع مرور كل يوم تتقلص المسافة نحو الجلسة التي لم تعد محط الأنظار العراقية فحسب بل المناقب العربي والعالمي فالجلسة التي لم تعقد بعد خرجت أوراقها ساخنة تغلي في وجه الحسم وإعلان قرارها المتعلق باختيار رئيس الجمهورية وآخر ما استجد في الساحة السياسية تغريدة زعيم الطيار الصدري التي توعد فيها بهدم مخططات الفاسدين والمضي ببناء العراق بقيادة صالحة فقط تغريدة كشفت عن استقطاب النواب المستقلين لصالح الكتلة الصدرية والتي بدأها الصدر بالشكر له مواعدا برد الجميل على طريقته لا على طريقة تقاسم الكعكة والكعكة ذاتها المقصود بها بناء العملية السياسية بما يخدم المصالح مرفوضة جملة وتفصيلة عند الصدريين لكن ومع هذا كله فالتجاذب الملموس بين الطيار والمستقلين بات يؤرق الإطار التنسيقي الذي توعد بلغة التهديد على أن جلسة السبت المقبلة لن تعقد بدونه مشترطا صيغة التفاهمات أما ما عد ذلك فالمقاطع حديثهم الآخر وعلى الرغم من وجود قنوات اتصال بين قطبي التنافر في المشهد البرلماني المقبل إلا أن الأوراق اليوم تبعثرت بتغيير المعادلة وقلب الطاولة على ما قد بدأ وكأنه اتفاق بين الأقطاب وفي سياق المستقلين فإن إعلانهم جاء بعنوان الوقوف لأجل العراق بعد أن أعلن رئيس الكتلة الصدري أن جميع المستقلين مع حكومة أغلبية وطنية اشتركوا في القناة